أحالت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص إلى المدعي العام لنشره مواد ومنشورات أساءت لضحايا حادثات البحر الميت حيث تم توقفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وأيضا ناطق الإعلامي باسم مدرية الأمن العام قال إن كوادر الأمن الوقائية قامت بواجباتها بناء على تكليف الموجه من المدعي العام بتتبع كافة الأشخاص الذين يقومون بنشر خطابات ومنشورات تبث الكراهية وتسيء لضحايا حادثة البحر الميت وذويهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تمكنت من تحديد هوية أحد الأشخاص ممن أقدموا على نشر مثل أو مثل تلك الخطابات والمنشورات وجرى تحويله إلى المدعي العام الذي قرر توقيفه مدة أسبوع عن تهمة نشر أو إعادة نشر ما ينطوي على ذم أو على ذم وقدح وتحقير